سادس مرحلة يلي هي ستوري بوردينج والشوتلس هاي دي المرحلة كتير دقيقة لانه بيعد المخرج مع ايام مع الدي او بي والبروديوسر لحتى يحطوا كيف بدوا يتصور الفيل شو هن الفريمز شو هن الكاميرا اللي حتواستعمل كيف بدنا ناخد الشوتس بالفيل سابع مرحلة يلي هي إذا بدكم الارت ديركشن أو سات ديزاين اند كونستركشن هاي دي المرحلة يلي هو بكون في شخص مسؤول عن كل شي إذا بدكم ديزاين طبع البلدين كيف بدوا يكون هلا هاي دي الاشياء تنعمل لفيلمز كتير كبار وعندهم هاي بودجت تام المرحلة يلي كوستوم اند بروب ديزاين اكيد في شخص بدوا يكون عم بيقلنا للممثلين شو لازم يلبسوا شو النوع المايك أب اللي بدنا نحطوه حتى البروبس الاشياء اللي عم تتصور ورا الكادر يعني كيف نعمل المود للفيل وهي دي مرحلة كمان كتير مهمة وكتير في أفلام نشحت من ورا هاي دي المرحلة تاسع مرحلة يلي هي وهي كمان مرحلة كتير مهمة لحتى نكون عم نعمل مانجمينت صح البرودكشن او قيام الديركتر بيعمل كونتراكت مع كل الكرو ومع كل الكاس لحتى يكون حافز حقه وحق غيره تاني شغل البرميت يلي هي الأزونات قيام نكون رحنا نصور بمطرح ما بنقدر نصور فيه إلا ننطلع أذن يمكن من البلدية هي أهم مرحلة شي اسمه وهي دا الشي يلي ما كتير في عالم أو طلاب بيعملو يلي هو كتير ضروري ريهرسل هو إنه ترجع تمرق على كل هوليك المراحل اللي حكينا عنهم وتعملوا ريهرسل أو البروفا متل ما رحنا منقولها قبل ما نروح نصور وهي دا الديركتر كدروري كتير يكون ياخدوا بعين الاعتبار ترونا بفيديوز كتير حلوين عنقصص كتير حلوية ممكن نصير معكم وياما من حلوية أبدا